يواجه اليوم المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد نظيره الدانيماركي في السبعة مساء في دور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين والمقامة في كرواتيا كان المنتخبون الوطني قد حقق فوزا ملحميا على منتخب جزر الفارو بنتيجة 38-34 في ربع نهائي البطولة ليواصل حملته الناجحة للدفاع عن لقبه العالمي ترجمة نانسي قنقر